موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد ربما لا تمر ساعة في هذا العالم الفسيح بجغرافيته الضيق على المسلمين إلا ويقتل فيها مسلم أو يعتقل أو يعذب أو ينفى وهو انعكاس بحالة الوهن التي يعيشها المسلمون على المستوى الخاص والعام فراد وجماعات ودولة والوهن لفظ ورد في السنة المطهرة مفسرا بأنه حب الدنيا وكرهية الموت هذه الحلقة تبحث موضوع الوهن الذي يعيشه المسلمون اليوم وهي محاولة متواضعة لفهمه في ضوء السنن الربانية والوقوف على أسباب هذا الوهن وآثاره وطرق الخلاص منه للحديث عن هذا الموضوع معي الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا وسهلا ومرحبا دكتور في الحديث الشهير عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن تداعي الأمم على المسلمين ختم حديثه الشريعة بالقول بذكر كلمة الوهن وحينما سئل من أحد الصحابة عن الوهن فسرها بأنها حب الدنيا وكرهية الموت نريد إضاءة على هذا الكلام إذا ما اعتبرناه متنا ثم كيف يمكن أن تضيء على هذا الكلام إذا ما بالنظر باعتبار الرواية الأخرى التي تقول للمسلمين حبكم الدنيا وكرهية القتال فكيف يمكن الإضاءة على هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهاتنا أمهات المؤمنين وبعد هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد يقول فيه نبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن كلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بالأنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقزفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهية الموت وهذا الحديث الجليل يحدث الصحابة عن مرحلة غريبة على أسماعهم وعلى مشاهداتهم أولئك الذين رأوا بضع مئات خرجوا من مكة إلى المدينة مهاجرين في بضع سنين يطرقون أبواب كسرى ويطرقون أبواب قيصر وتكون لهم الكلمة العليا في منطقة شاسعة من الأرض وما لبس هذا الجيل من الصحابة أن رأى حوافر خيول المسلمين تطأوا عواصم هذه الدول وتصدق بشارات النبي صلى الله عليه وسلم حين بشر أصحابه يوم الخندق بفتح عاصمة كسرى وفتح عاصمة الروم وفتح اليمن وفتح مدائن الدنيا كلها من الشام إلى اليمن إلى كسرى طيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول للصحابة ولنا من بعدهم أنه ستأتي مرحلة من تاريخ الأمة تصاب فيها الأمة بداء خطير جدا يصيب إرادتها يصيب قواها المعنوية يصيب إيمانها يصيب إدراكها لوظيفتها في الحياة ودورها الرسالي في هذه الحياة فيعزلها عن ذلك كله ويجعلها تستسلم لعدوها لا عن ضعف بل عن قوة ولا عن عجز بل عن قدرة فإن الوهن إذا أردنا تعريفه ليس نقص القدرات ولا الإمكانيات ولا ضعف القوة والفرق بين الضعف والوهن فرق كبير حتى قال بعض علماء اللغة تفريقا بينهما الوهن هو أن يتصرف القادر كما يتصرف العاجز وأن يفعل القوي فعل الضعيف والله سبحانه وتعالى لا يعيب الضعيف على ضعفه بل إن الضعف طبيعة قال الله عز وجل لنبيه وأصحابه الكرام واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فالضعف كان وضعا طبيعيا لأمة ناشئة عددها قليل إمكانياتها قليل إلى آخر ولا يعاب على الضعيف أنه ضعيف لكن العيب على الوهن أنه واهن لأنه يفعل دون ما يستطيعه بكثير الوهن معناه أن تكون في يدك الإمكانيات إمكانيات المادية سروات الطبيعية كنوز الطاقة المخبوئة الممرات المائية الأرض الزراعية سروة الحيوانية أليست هذه عوامل النهضة ثم قبل هذا وبعده الطاقة البشرية الهائلة ثم قبل ذلك أيضا ركيزة الانطلاق الحضاري الكتاب والسنة والمنهج المستقل الذي نزل من السماء عند كل عوامل النهضة وعند كل عوامل التمكين الحضاري وعند كل عوامل الشهود على البشرية لكنك على الرغم من ذلك تنزع كأمة مسلمة في مجموع أبي مليارها وسبعمائة مليون تنزع نزعا ضعيفا أصابها نوع خطير من الهزيمة النفسية ترى أنها لا تستطيع أن تنافس في مضمار الحضارة ولا تستطيع أن تجسر الهوة التي بينها وبين عدوها في ميادين القوة العسكرية والاقتصادية والمعلوماتية والعلمية والتكنولوجية والتقنية وإلى آخره ومن ثم استسلمت الأمة لحالة العجز هذه ورضيت أن تبقى في موقع الصورتين الحسيتين الخطيرتين اللتين وردتها في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأمة في حالة الوهن الوهن يعني بتشبيهين خطيرين تشبيه الأول صورة القصعة الممتلئة بالطعام بين أيدي الأكلة ولكن تتخيل أن هذه القصعة لا تملك إرادتها ولا تملك قرارها ولا تستطيع أن ترد دادا تنهش لحمها كالجماد يعني يعني تحت تصرف أعدائها من أولها إلى آخره هم من يقررون وهم من ينفزون وهم من يقولون ومن يفعلون أما أصحاب الحق أصحاب الأرض أصحاب الحضارة أصحاب الدين أصحاب التاريخ فلا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا الصورة الثانية المثال الحسي الآخر وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الوهن هذه بالغثاء أمام السيل ولك أن تتخيل السيل المندفع عندما يلقى في طريقه بعضا من القش أو بعضا من النبات الجاف في اليابس ماذا يفعلوا به يحطه ويدفعه ويصرفه ويسيره لا يملك هذا القش أن يقول توقف أو أن يختار طريقه أو أن يسكن من حراك أو يتحرك من سكون إنما يحركه السيل كيفما أراد الحقيقة لأننا نتأمل أوضاع أمتنا نجد أن هذه الكلمات الكاشفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تصف الواقع بمنتهى العمق ومنتهى الدقة وكأنه صلى الله عليه وسلم حين قال هذا الكلام كان يعيش بيننا هذه المرحلة من تاريخ الأمة يعني كما أفهم أن الوهن مركزه القلب وليس أي جاري حقا بدون شك القلب ضعف القلب وهوانه الهزيمة النفسية الرهبة من العدو الاستسلام لحالة الدعه والراحة الحضارات لا تبنى يا أخي الكريم بالبحث عن الاستقرار الزائف الحضارات لا تبنى بالدخول تحت طاعة الخصم الحضاري الحضارات لا تبنى بإعلان الإفلاس الحضارات لا تبنى بمهاجمة رصيدك الحضاري كل هذه المظاهر وهن تعيشها الأمة وهي تريد أن تبقى في هذا الوضع أنا يعني لو أردنا مثالا كاشفا في نهاية القرن الماضي عام 95 على وجه التحديد أصدر سامويل هنتينجتون كتابه الشهير صدام الحضارات وقبل أبي السلامات كان فرانسيس في قيامة أصدر أيضا كتابه نهاية التاريخ طيب أنا أسأل الناس قالوا بوضوح شديد العلاقة بين الحضارات علاقة التنافس إلى حد الصراع وإلى حد الصدام وإلى حد الرغبة في الإفناء وليس فقط الإقصاء وأن الحضارات بطبيعتها متنافسة وأنها لا تعرف فكرة التعايش والحوار والسلام هذه ليست طبيعة الحضارات طبيعة الحضارات الرغبة في السيطرة والهيمنة فالناس قالوا هذا بوضوح أنا أسأل كيف كان رده فعلنا نحن في الأمة الإسلامية على هذا الكلام مئات الندوات مئات البحوث مئات المحاضرات مئات الخطب عن التعايش الحضاري عن الحوار الحضارات عن دين السلام بالضبط عن فكرة أنه المشترك الإنساني وهذا الكلام صحيح حين يصدره من قوي وحين يصدره من متمكن تعلمنا في أدبياتنا العربية أن العفو لا يكون إلا مع القدرة أيضا السلام لا يكون إلا مع القوة وأنت في زي الدنيا حضاريا لا تملك أن تتحدث عن التعايش والسلام والمشترك الإنساني وحوار الحضارات سيفهم استسلاما طبعا هو فعلا استسلام فالآخر القوي المتمكن يقول الهيمنة والسيطرة والإقصاء والصدام والضعيف المهزوم حضاريا يقول الحوار والتعايش والمشترك والسلام إذن هذه صيغ لطيفة وعبارات جميلة تخفي وراءها روحا منهزمة حضاريا منسحبة من ميدان استجال وميدان التنافس الحضاري والفعل الحضاري أنا أريد أن أقول أيضا أنه ويلد جورانت صاحب قصة الحضارة المعروف له كتاب صغير في منتهى الأهمية اسمه دروس من التاريخ الرجل بعد أن انتهى من قصة الحضارة الذي ربما يكون أهم دوائين التاريخ الإنساني على الإطلاق سأل سؤالا بسيطا يعني موجزا وهو كأنه يسأل نفسه يا سيد ويلد جورانت ماذا تعلمت من دراستك للتاريخ الإنساني واستخلص الرجل في هذا الكتاب الصغير عشرين درسا قال إنها أهم دروس التاريخ الإنساني وأهم قواعد الحياة الإنسانية على الأرض أول درس من هذه الدروس أن قانون الحياة الإنسانية وقانون التنافس وأن البشر لا يستطيعون أن يعيشوا بدون تنافس بعد أن قرأ تاريخ البشرية بعد ما انتهى من قصة الحضارة وقال كل مظاهر التواد والتآلف والتماسك التي تراها هي الوجه الآخر لعملة التنافس كيف يا سيد دورانت قال عندما ترى أسرة متماسكة والأم حريصة على تعليم أولادها وعلى تفوقهم في المدرسة يقول لك من أين جاء هذا التماسك الأسري ليس من عطفة الأم والأبو خطأ لو حللتها كذلك من أين إذن يقول من تنافس هذه الأسرة مع أسر أخرى ابنها طالب في مدرسة مع طلاب آخرون لهم أمهات أخريات ويتريد أن يتفوقت ابنها على أبناء الأسر الأخرى حالة التنافس بين الأسر يتولد الاهتمام الشديد بالأبناء ويقول لك تعالى أفترض معك جدلا أن هذه الأم وهذه الأسرة عاشت منفردة وحيدة في الغابة هل كنت أو في مكان نائن يعني هل كنت ستجد ذات الأم حريصة على الدروس اليومية وحريصة على الواجبات وحريصة على القراءة والكتاب وحريصة على التعليم بنفس القدر أبدا بالتأكيد يعني فيقول لك لأنه قانون التنافس غاب وبالتالي وكذلك الأمر عندما تجد تماسكا وطنيا تحت راية الوطن يقول لك ليس هذا في الحقيقة على رأيي ديورانت يعني ليس هذا من باب الحب للوطن فقط وإنما من باب المنافسة مع أوطان أخرى وإذا غاب قانون التنافس التنافس تركد الحياة البشري تفسد الحياة البشري ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم ولو لا دفعوا الله الناس بعضهم بعض قانون التنافس لا فسدت الأرض هذا حقيقي فالأمة التي تخرج من حالة الفعل الحضاري وحالة التنافس الحضاري وترضى بحالة الوهن تحت مزعم أو تحت مزاعم أن الوهن مريح وأنه يؤدي إلى الاستقرار وأنه يؤدي إلى السلام وأنه يؤدي إلى التعايش وأنه يؤدي إلى البناء الحضاري التراكمي ويؤدي إلى الاشتراك الإنساني أنا أقول هذا الكلام مع عدم الفعل الحضاري ومع الركون والاستسلام والوهن إنما هو إفلاس وعجز وليس سلاما وليس حوارا أريد أن أفهم منك دكتور حاتم كيف يمكن فهم الوهن هذه الظاهرة في حياة الأمم والأفراد في ضوء سنن الله سبحانه وتعالى في البشر لكن ربما أكون مدفوعا قبل هذا السؤال وأنت تقرر الإجابة طبعا إلى السؤال كعن إذا ثمت تداخل ربما بين الوهن وبين الابتلاء والمحن هل ثمت تداخل بين هذه المحن؟ لا حقيقة أنه في خط فاصل واضح جدا بين حالة الوهن وما ترتب عليه من ذلة وما ترتب عليه من عقاب إلهي وبين الابتلاء الابتلاء يا أخي الكريم هو العقبات التي توضع في سبيل وفي طريق الأمم المتدافعة الأمم النشطة الأمم الفاعلة المسلمون عندما يأخذون طريق تمكين دينهم وحضارتهم في الأرض يبتلون ما معنى يبتلون أي توضع لهم أسئلة صعبة واختبارات صعبة كتلك التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الثلاثة على الأقل قبل الهجرة أو التي وجدها يوم أحد أو يوم الأحزاب دبتلاءات بيّن القرآن الكريم أن الهدف منها والغاية منها يتمحيص المؤمنين وليمحص الله الذين آمنوا يعني ما معنى التمحيص؟ معنى إظهار معدنهم النفيس وإظهار حقيقة إيمانهم وسباتهم في مواضع الشدة ويعني أنهم يريدون رجل الله والدار الأخير أي أن كان السمن الذي يدفعونه في حين أن ما تدفعه الأمة الوهنة ليس ابتلاء الابتلاء يعني سنة من السنة الإيجابية في القرآن الكريم وإنما الوهن في ضوء السنة الربانية إنما الوهن في ضوء السنة النبوية السنة الربانية أي السنة الربانية أسف إذا كان من يسلكون طريق المدفع يبتلون فقد يتحملون شيئا من الأذى وشيئا من الجوع وشيئا من الخوف وشيئا من نقص الأموال ونقص ثمرات إلى آخره فإن الذين يعيشون حياة الوهن يدفعون سمنا أكبر لكنهم يدفعونه على سبيل العقاب ويدفعونه على سبيل الإيقاظ الشديد لهم لا على سبيل التثبيت والتمحيص وزيادة الأجور وبيان الفضل فرق كبير جدا بين الابتلاء الذي لا يكون إلا في طريق المدافعة وبين الوهن الذي يكون عقابا إلهيا على العجز والاستسلام وربما يكون مقدمة للاستبدال وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم ليكونوا أمثالكم إذن الوهن في ضوء السنة الربانية هو نتيجة نتيجة للتولي نتيجة للتخلي عن الرسالة للقعود عن الشهود الحضاري الذي أمر الله به المسلمين لتكونوا جهداء على الناس نتيجة عن المدافعة الحضارية الواسعة التي تكون في كل مدينة الحياة علما واقتصادا وسياسة وجهادا وكل شيء تمام وإعلاما وثقافة وكل شيء إذا قعدت الأم عن هذه المدافعة الواسعة ورضيت بمقاعد المتفرجين ورضيت بأن تكون القصعة التي تلوكها الأيدي أو الغثاء الذي يحمله السيل إذا رضيت بذلك فإن الله يعاقبها برسوخ الوهن وما يترتب عليه من نتائج خطيرة جدا ولذلك كان الخطاب القرآني دائما محذرا من الوهن هذا أو الوهن يجوز فيها السكون والتحريك بالفتح كان الخطاب القرآني دائما ما ينبه إلى ذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فالقرآن الكريم دائما ينهى الأمة عن الوهن لأن الوهن بداية طريق السقوط وتترتب عليه عقوبات لا يترتب عليه ابتلاء أما الابتلاء فوسيلة من وسائل تمكين الإيمان في نفوس الفئة المؤمنة إذا سلك الطريق الدفاع عن ديني عرفنا الوهن لكن نريد أن نعرف الأسباب المفضية إلى هذه الارتكاسة إذا هذا الارتكاس القلبي والله أنا في رأيي أنه للوهن أسباب كثيرة على رأسها الهزيمة النفسية فقدان أمة من الأمم الثقة بنفسها كيف تفقد الأمة الثقة؟ إذا أيضا هذه لها أسباب عديدة على رأسها أيضا طول عهود الاستبداد والتخلف الحضاري لو تأملنا مثال بني إسرائيل وقد حكى لنا القرآن الكريم كثيرا من أمثلة الحياة الإسرائيلية سنجد أن بني إسرائيل الذين عاشوا في ظل حكم فرعون وأراهم الله عز وجل من آياته الكبرى بداية أن نغرق فرعون حتى التسع آيات التي أجراها الله لموسى قبل ذلك ثم بعد ذلك رأوا البحر ينشق ورأوا طرقا جابسة تضرب في قاع البحر ويعبرون منها ثم بعد أن خرجوا رأوا هذا البحر يعود رهوا فوق رقاب فرعون وجيشه وبعد كل هذه الآيات عندما خرجوا وأمروا أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم والتي كانوا يتمنون دخولها لعشرات السنين أثناء الاضطهاد قالوا لموسى كلاما في غاية الوهن في غاية الاستسلام في غاية العزيمة النفسية قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها قالوا لموسى وأخي أرون اذهب أنت وربك فقاتلها إنها هنا قاعدون وبالتالي كانت النتيجة أن دخل بني إسرائيل في التيه إذن هي متلازمة متوالية سبدات طويل مع رسا وفرعون شخصيات منهزمة منسحقة لا تملكوا الإرادة والقدرة على الفعل التزمت أو استسلمت للوهن والعجز دخلت في التيه الأفكار وتيه التوجهات حتى انقضى ذلك الجيل ونشأ في الصحراء جيل جديد تربى على يد النبي يوشع بن نونت الميز موسى عليه السلام فدخل في قانون المدافع الحضاري لكن دكتور حاتم بما أننا اتفقنا على أن القلب هو مركز الوهن يعني العقيدة هنا إلى أي مدى غياب العقيدة أو فساد التصور العقدي فساد التصور عند المسلمين إلى أي درجة هو مربط الفرس في قضية الوهن بدون شك جزر هذه القضية إيماني نعم هذا الذي أريد أن أتفقنا لو في مثال عظيم جدا في القرآن الكريم ما دمنا جئنا على ذكر الأمة الإسرائيلية يبين العلاقة بين الوهن وبين المدافع والإيمان بني إسرائيل بعد أن دخل الأرض المقدسة على يوشع بن نونت في جيل آخر دخل دافع وقاتل مع يوشع بن نونت فمكنهم الله من الأرض المقدسة ولبسوا فيها زمانا حتى تفرقوا وانقسموا إلى قبائل 12 صبت وهذه الأصبت قاتلت فيما بينها وكل صبت من هذه الأصبت حالف مع قوة إقليمية وثنية يستعين بها على إخوته فترتب على ذلك أنه طلع ملك اسمه جالوت جالوت هذا أذلهم جميعا إذا كنتم رضيتم بالوهن فإن الله سيعقبكم بالزل إذا رضيتم بالوهن فإن الله سيصلت عليكم أشد أعدائكم وألد أعدائكم حتى يسقيكم كوسكم في المالك الإندلسية يعني مثل أقرب من هذا وفي واقع المسلمين فتصلت عليهم جالوت يهاجم بلادهم ويهاجم أصباطهم كل عام فيسبي ويقتل ويأسر ويأخذ الأموال ويهلك الزرع ويهلك الحرص والنسل ويمضي وبنوا إسرائيل متفرجون حتى طال بهم العهد على ذلك إذن الوهن يؤدي إلى الزل يؤدي إلى زهب الريح يؤدي إلى تسلط العدو يؤدي إلى الإزلال يؤدي إلى ضايع الكرامة إذن ضعف العقيدة في قلوب المسلمين سببا هؤلاء ساعتها قالوا لا نستطيع ثم جاءت لحظة إفاقة إيمانية لحظة تحول حقيق فزهب رؤساء بني إسرائيل أصباط الإسرائيلية إلى نبي زمانهم كما قال الله تعالى لم ترى الملئ بن إسرائيل بعد موسى إذ قال النبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الآن نريد أن ندافع وأن نخرج من حالة الوهن وأن يكون لنا وجود وتكون لنا وحدة ونجتمع على ملك واحد وعلى رأي واحد وعلى كلمة واحدة ونتصدى لجالوت المعادلة ساعتها تبدو بائسة جدا هذه القبائل المتفرقة التي لا تملك أي جيش نظامي كيف تتصدى لجيش ضخم يعني على رأس ملك جبار معادلة تبدو صعبة لكنهم لما أرادوا لما نزعوا ثوب الوهن لما استيقظوا الإيمان في قلوبهم غيروا ما بأنفسهم ثم بعد ذلك القل القليل التي ثبتت بعد مراحل الاختبار دخلنا في قانون المدافعة بدأ الابتلاء إن الله مبتليكم بنهر إلى آخر مراحل الابتلاء والتنقية والتمحيص التي مر بها بني إسرائيل لكن شوف في اللحظة الأخيرة وقد بقي من بني إسرائيل القلة القليلة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه كان عدة أصحاب طالوت كعدة أهل بدر كانوا 314 تخيل مئات الآلاف من الإسرائيلين في ذلك الوقت بقي منهم في الأخير 314 لكنهم كانوا من المؤمنين الصادقين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله السمة الأساسية لهم أنهم مؤمنون صادقون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وبالتالي بدأت الأمة الإسرائيلية تدخل في مرحلة فريدة في تاريخها مرحلة حكم النبي داود والنبي سليمان عليهما السلام تلك المرحلة توصلت فيها الأمة الإسرائيلية لاستخلاف في الأرض أنها تحكم العالم تحكم العالم مدام استيقظت واستحضرت الإيمان واستدعت الرصيد الحضاري واستطعت أن تنافس وأن تفعل فعلا حضاريا تمكن تنتصر تمكن تستخلف أما الذي يرضى لمقاعد الزلة والهوان والاستسلام فإن الله يضرب عليه أدوات العقاب المختلفة التي تؤدي إلى أنه غني جدا لكنه لا يستفيد من ثروتها قوي جدا لا يستفيد من قوته كثير جدا لا يستفيد من كسرته وأن الأقل والأفق والأضعف يتسلطون عليه ويزلونه نريد أن ننتقل في الواقع دكتور من الحديث عن بني إسرائيل الحديث عن المسلمين وعن مظاهر هذا الوهن في حياة المسلمين ولكن بعد الفاصل نتابعوا حديثنا بعد الفاصل يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايلساد وفق التردد 1-2-3-8-0 وفقي أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن موضوع الوهن في ضوء السنن الربانية دكتور حاتم لو تحدثنا بعدما يعني توسعت في الحديث عن بني إسرائيل لو تحدثنا عن الوهن في حياة المسلمين وخصوصا في زماننا الرأي المظاهر هذا الوهن يعني خلينا أستدعي دعاء كان عمر رضي الله عنه أرضاه يكثر من أن يكرره على أصحابه رواه الإمام أحمد أيضا يقول كان عمر يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة من أن أصحاب المذاهب الباطلة والرايات الباطلة والحضارات المزيفة غير الأصيلة يكونون زوي جلد زوي صبر زوي بأس في الدفاع نفكاري وفي تثبيتي وفي الانتصار له وفي المقابل يكون أصحاب الراية الصحيحة والحضارة الأصيلة والرسالة الخاتمة والكلمة الباقية في المقابل عجزة فيعجز الثقات فتضيع الراية الحقة التي بين أيديهم ويتجلد الفجار فيرفعون راية الباطل على الأرض حقيقة الأمة اليوم تعيش على الأقل في القرن الماضي منذ بدايات الاستعمار الأوروبي ومنذ أواخر عهد الدولة العثمانية تعيش الأمة حالة وهن غير مسبوقة في تاريخها لا مثيل لا في تاريخ الإسلامي كل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مظاهرها مظاهر هذا الوهن رقم واحد ألا ترى أستاذ جهاد أننا أمة كثيرة العدد جدا مليار و700 مليون ألد أعداء هذه الأمة الذين يفعلون بها الأفعيل هم الصهاينة في فلسطين كم عددهم في العالم كله ربما 25 مليون في فلسطين محتلون عشرة عشرة مليون أو تمانية مليون هل يتصور أن تمانية مليون يعيشون في وسط مئات الملايين من المسلمين يعجز المسلمون على الانتصاف منهم عن الانتصاف منهم يا أستاذ جهاد لو تصورنا خارطة الآن فيها الدول الإسلامية وفيها المنطقة المحتلة التي يحتلوا هؤلاء هل يمكن يعني قياس النسبة بين هذا وذاك هذا مظاهر مظاهر الوهن أننا طاقة ضخمة جدا لكنها راكدة غير فعيلة أن أعداءا على أقلتهم يملكون رقاب المسلمين هذا وضع لا يمكن لمسلمين يعرف الله ويعرف الإسلام ويعرف القرآن الكريم وقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمله اتنين حكام المسلمين في هذا الزمن على اختلاف طبعا مشاربهم وتوجهاتهم إلا ما رحم الله يعملون حسابا لشعوبهم ينطلقون من حضاراتهم ولا يخافون مراكز التأثير وصنع القرار في الغرب ويرون أنفسهم تابعين لهؤلاء ومن ثم يتحولون إلى صياط المحتل على رقاب ظهور بني جلدتهم لماذا يفعلون ذلك؟ يعني أليس رجلا عربيا أليس رجلا مسلما؟ نعم لكنه واهن لكنه عاجز إياكم أن تظنوا أنه استئساده على شعبه قوة ولأنه قتله لأبناء شعبه أو حبسه لهم أو ظلمه لهم أو كبته لحرياتهم مظاهر قوة بالعكس ده مظاهر ركوع وسجود أمام المحتل أمام الخصم الحضاري الذي لا يريد لهذه الأمة أن تتقدم ويسارع هؤلاء الحكام في هوا لماذا تسميه خصما حضاريا ولا تسميه خصما عقديا أو خصما إيمانيا؟ ما هو الخصم الحضاري؟ يعني أنه مختلف معك في العقيدة والمنطلقات في الرؤى والأفكار مختلف معك في الأهداف الستراتيجية لكن الأصل العقيدة دكتور نعم صحيح يعني مصطلح حضارة يشمل العقيدة وما يترتب عليها هؤلاء الخصوم أيا كان مظاهر الاستبداد السياسي التي تعيش بلادنا هي نعكاس لحالة وهن تعيشوا دوائل الحكم ويعيشوا أهل السلطة في بلادنا على اختلاف مشاربهم أمام المحتل أو أمام العدو أو أمام الخصم الحضاري ويخشى أن يعطي الحرية يخشى أن يتمنى مشروعا مهضويا يخشى أن يتيح لأبناء شعب الحركة والنشاط والفعل والتنمية وكذا فيغضب عليه المحتل فينزع منه سلطته وكرسيه ويستبدل به غيره هذا مظهر من مظاهر الوهن طيب نحن نباد في كل بلاد المسلمين فماذا نفعل؟ نطالب من يبيدنا بالإنسانية وباحترام حقوق الإنسان ونذهب إلى المؤسسات التي أقامها وأنشأها لنترجاها يعني يا أخي الكريم في هذه السنوات القليلة عشنا مجازر ميانمار تمام؟ نعيش الآن مجازر الهندوس في الهند ضد المسلمين عشنا ما فعله الصينيون في أهلنا في تركستان طيب كيف كان رده فعلينا على هذا كله؟ نحن أمة كبيرة أمة تمثل سلسة أهل الأرض سلسة البشر نملك سروات لو لوحنا بها لو نملك إرادتنا وقرارنا لغيرنا كل هذه المشاكل لكن أقصى ما نملكه أن نذهب فنخاطب القاتل حتى يقتل برحمة ونخاطب المجرم حتى يخفف من إجرامه وهذا الاستجداء في عرف الصراع الحضاري في عرف التنافس الحضاري لا وزن له ولا قيم على الإطلاق إما أن تكون قويان وإما أن كل خصومك على ظهر الأرض سيدهسونك ولا يبالون بك بالة وإما أن تكون كالقصع في أيدي الأكلة فإنه يكون رد فعلك على المجازر ورد فعلك على الاعتداءات أن تطالب من يقوم بهذه المجازر أن يكون رحيما وأن يكون رفيقا هذا أمر عجيب الحقيقة لا تعرفه حتى الفطر الإنساني طب بناء على مراقبتك كداعية ومشتغل بالحق للعام الإسلامي إلى أي مدى تلحظ واقع المسلمين يغذي أسباب هذا الوهن ويعمق أسبابه أم أنه الأمر خلاف ذلك الحقيقة أنه لابد أن نضع نقطة فاصلة في ما قبل ثورات ربيع العربي وما بعد ثورات ربيع العربي ما قبل ثورات ربيع العربي كانت الثقافة العامة تدفع باتجاه الاستمرار في الوهن أهم شيء الاستقرار لا نستطيع أن نغير الفجوة الحضارية بيننا بين غرب هائلة هؤلاء الحكام شر لكنهم شروا لابد منهم هم سيئون لكن اللي عرفناه حسن اللي ما عرفناهوش بعبارة المصريين العامية وبالتالي كان فيه ثقافة وهن تشاع في الأمة ويربى عليها الأجيال وكان هناك ثقافة استقرار زائف دائما الحكام المستبدون يتحدثون دائما عن الاستقرار بين قوس كما لو أن دوائر الحكم كانت تولد هذه المقولات نعم هذه المفاهيم كانت تبس من رأس السلطة وتسري في المجتمع والناس على مسالمة أو على قلة وعي أو على أحيانا جهل حتى ترضى بهذا وتتداول وتلوك الألسنة وكأنه قدر مقدور لكن جاءت ثورات ربيع العربي السادة جهاد لتعبر عن أنه في معادلة جديدة في طاقة شبابية هادرة رافضة الاستمرار التخلف الحضاري رافضة الاستمرار الاستبداد السياسي تريد تغييرا جزريا تريد تمكينا للشعوب تريد استعادة للحضور الحضاري الأمة الإسلامية وللفعل الحضاري تريد تنمية تريد نهضة تريد استغلالا للموارد تريد توظيفا للطاقات تريد عيشا كريما ومن ثم كنا أمام لحظة تحول جزرية وعميقة من الناحية الحضارية أن تندفع هذه الشعوب في وقت واحد وتصر على التغيير ولم يكن إصرارها طلب التغيير الشكلي أن يمشي فلان ويأتي غيره وإنما كان طلب لتغيير منهجي فنادت الثورات بالعيش والحرية والكرامة ومن ثم الحياة الكريمة التي تريق بالإنسان الحرية التي توفر مناخ الإبداع الكرامة التي هي مقصد من مقاصد الوجود الإنساني في الأرض فقد كرم الله الإنسان وجعله خليفته في الأرض هذه الثورات بشعراتها وعباراتها كانت ثورات حضارية مجتمعية سبقت النخبة وسبقت المفكرين والشعوب تقدمت خطواتها إلى وكشفت عن طاقة ضخمة ورصيد حضاري ضخم لم يكن مرئيا ولا مشهودا ودارت العجلة ومن ثم فإنه عندما تتحرك عجلات الشعوب وتنتفض وازيل الانتفاضات فالغالب أنها لا تهدأ حتى تنال ما تريد حتى ولو اقتضى ذلك بعض الوقت وبعض التضحيات فالأمة بتنعتق الآن حالة الوهن وتحاول أن تدخل في قانون جديد وقانون التدافع الحضاري وقانون الفعل الحضاري وشهود الحضاري دكتور يعني هي محاولة لكسر الطوق الطوق الوهن هذا الذي يحيط بالأمة وهناك محاولات لوعد هذه المحاولات طيب دكتور استمرار وطول العهد بالوهن ما أثره الإيمانية والعقدية على المسلمين والأسف إذا طال الوهن في أمة من الأمم فإنه يمسخ الفطرة ويمسخ الشخصية الأسف الشديد كيف يعني؟ إيه أنت عارف حضرتك اللي بيعيش في أجواء العبودية فترة طويلة عندما تأتي الحرية لا يتحملها يرفضها يتطبع ألف الزل والهوان وبالتالي عندما تأتي له فرصة التحرر لا يقبلها كما لو أنه تغير في الجين في المورثات كما لو أنه لا أنا بمسألة الجينات هذه لا أؤمن بها كثيرا لأنه أي شعب من شعوبنا إذا نظرنا في تاريخه سنجد انتصارات وانكسارات سنجد تحررا وسقوطا سنجد مساحات من التاريخ ليست قليلة أبدا كانت هذه شعوبها التي تقود الدنيا يعني كيف أنسى أن بغداد كانت عاصمة الدولة العباسية التي فتحت أقاصي الأرض أو أن دمشق كانت عاصمة الدولة الأموية أو أن إسطنبول كانت عاصمة الدولة العثمانية هذه البلاد صنعت حضارات عظيمة وصنعت فصولا لكن خطير أن يطول أمد الوهن خطير على الأمة وطبعا هذا دور من أدوار التاريخ التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة في مرحلة من مراحلها بعد النبوة وبعد الخلافة الرشدة على منهج النبوة وبعد الملك العاد أو الحكم العاد اللي هو يعني متوارس دولة أموية ثم عباسية ثم عثمانية في مرحلة اسمها الحكم الجبري وهي أكثر مرحلة ورد ذكرها وشرحها تفصيليا في الأحاديث النبوية التي تحدثت عن هذه المسألة وأصفها النبي بأوصف كثيرة جدا يعني ربما لا يتسع المقام لإرادها لكن حسبنا مثلا أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تكون جبروة أو جبرية صلعاء وابن الأسير يقول صلعاء يعني ليس فيها أثر من الخير ولا الرحمة لا متعلقة فيها لأحد تضرب فيها الرقابة تأخذ فيها الأموال وقال في الحديث الآخر ثم يتكادمون أي الحكم عليها تكادم الحمر يتسابقون على الحكم كما تتكادم الحمر وابن الأسير أيضا يقول حاولت أن أبحث عن تكادم هذه فلم أجدها إلا عند بني فلان قبيلة من قبائل البادية فسألتم عنها فقالوا نقول للحمر تكادمت إذا جف المرعة ولم يبق فيه إلا أصول النبات وجذور النباتات فإنه لا تطيق ولا تستيع أن تأكلها إلا الحمر ماذا تفعل؟ تلسق شدقها بالأرض تبرك على الأرض وتلسق شدقها بالأرض حتى تنتزع أصول النبات فحرص حكام هذه المرحلة للحكم وتصارعه مع الحكم كتصارع الحمر على جذور النباتات التي آخر ما بقي في المرعة بعد أن جففوه وقضوا عليه وأهدروه بالفساد والإجرام وبالتالي هذه المرحلة دور من تاريخ الأمة لكن ماذا بعدها؟ قال صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهج النبوة أنا أريد أن أبحث معك حقيقة الوصفة الإسلامية المخصصة للخروج من طوق الوهن بعد الفاصل ولكن قبل ذلك أريد أن أختم معك هذا المحور بالسؤال عن الآثار المترتبة على كسر هذا الطوق على التحرر من الوهن الأثار عظيمة جدا انتقال من الزل إلى العزة من الحرمان من ثرواتك التي وهبك الله إياها إلى الاستمتاع بهذه الثروات هل هذا من الضرورة بمكان؟ طبعا وده معادل الحال الإنسانية لا قيمة الحال الإنسانية إلا في ظل عزة ومنع إلا في ظل حماية لما تملكه إلا في ظل تعبير عن ذاتك إلا في ظل إقامة لمعتقداتك على الأرض يعني لا منطقة وسط إما وهن وإما عز بالضبط هو أنت عندك من البداية أنت عندك من البداية أستاذ جهاد مفترق طرق إما أن تأخذ طريق الوهن فيسلك بك مسالك الزل والسقوط والاستعباد والاستبداد وإما أن تأخذ طريق الفعل الحضاري فيسلك بك مراتب المدافعة فالنصر فالتمكين فالاستخلاف في الأرض كما تبين منظومة السنن في القرآن الكريم نعم سنكمل حديثنا بعد الفاصل ثم نعود لاستكمال ما بدأنا به اشتركوا في القناة أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة دكتور حاتم هل هناك وصفة إسلامية خالصة ثابتة جاهزة لكسر طوق الوهن أم أن الأمر اجتهادي وانتبعاً لمقتضيات الزمان والمكان لا طبعاً في ملامح منهجية ثابتة في تفاصيل وسائل تتغير بتغير الزمان والمكان حدثنا عنها أما إن اعتاق الأمة من الوهن ودخولها في الفعل الحضاري فيبدو أولاً باعتزازها بدينها واستقلالها عن غيرها في القرآن الكريم يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من حول نبيهم صلى الله عليه وسلم فيقول لهم وللنبي معهم وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُوا النَّارِ إلى هذا الحد الدخول في التبعية ولو جزئياً والركون وهو الميل القلبي دون فعل شيء يدل على الركون الركون مجرد ميل قلبي للعدو يقول الله أن الأمة المسلمة لا يجوز لها إلا أن تكون أمة مستقلة حرة معتزة بدينها ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فرقم واحد هذا الاستقلال والخروج من التبعية شرنقة التبعية للغرب للمحتل للمستعمر واعتقد أننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً إلا بإذنه وإلا بأمري وإلا برضاه يا أخي هؤلاء المحتلون هذا الاحتلال ليس إليهم في الأرض ليسهم الله لكن فرق القوة كبير جداً أي نعم فثمت حتى تنقض هذه التبعية ثمت ربما أسباب قبل ذلك ربما مقدمات قبل ذلك لا أنا أقول أنه امتلاك هذه الروح والبداية امتلاك الروح ودعني أضرب لك مثال من أين تأتي هذه الروح؟ أيوة قبل عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة كيف كانت علاقة الفلسطينيين بالمحتل كانوا أقصى ما يستطيعون أن يرموهم بالحجارة لكن هذا الرمي بالحجارة كان دليلاً على امتلاك الروح روح التحرر روح الاستقلال روح عدم الاستسلام للاحتلال والخروج من شرنقة هذا الاحتلال فلما وجدت هذه الروح خلال عقدين من الزمان تحولت إلى معدلة توازن قوة وتوازن رعب إن لم يكن تماثل فهو توازن إن كنت تستطيع أن تضرب فأنا أستطيع أن أرد وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بأنه امتلاك هذه الروح سيرتقي بك حتى تصل إلى محطة المنتصف التي قال الله عنها في كتابه الكريم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أو التي قال عنها الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلوه تلك الأيام ونداوله بين الناس فينصل إلى مرحلة في المنتصف تسمى مرحلة توازن الألم أو توازن القوة ثم بعد ذلك تكون الكفة لصالح الفئة المؤمنة ومن ثم فإنه الخطوة الأولى يقينا هي خطوة الروح خطوة الإرادة خطوة الرغبة خطوة الإيمان إن شئنا أن نستخدم المصطلح القرآن الخطوة الثانية خطوة الأخذ بالأسباب تمام؟ والله سبحانه وتعالى في باب الأسباب لم يكلفنا بما يماثل ما عند أعدائنا أو خصومنا وإنما كلفنا بما نستطيع وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير وبالتالي أن تأخذ الأمة بالأسباب التي في أيديها وأن تعمل في ضوء منظومة الأسباب وأن تصبر على طريق المدافع وطريق البناء الحضاري لأنه بناء الحضارات أفساس جهاد ليس عملا خاطفا ولا عملا لحظيا وإنما عمل متراكم وعمل يحتاج إلى أجيال متعاقبة تسلم الراية وسلم الراية بعضها لبعض وتأتي السمر في مرحلة ما يقدر والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى فرق في القرآن الكريم بين واجب الأمة في الأخذ بالأسباب وبين تنزل النصر أو آثار هذه الأسباب فجعل الأول تكليفا بشريا وجعل الثاني النصر والتمكين والعطاء الإلهي جعله منحة الربانية ولذلك في حديث القرآن الكريم عن غزوة بدر نموذج من التدافع الحضاري العظيم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وللملائكة بيّن لنا أن كل هؤلاء أخذوا بالأسباب أحسان الأخذ لكن أخذهم بالأسباب ليس والذي صنع النصر لما تنزل النصر من السماء مكافأة على إحسان الأخذ بالأسباب فقال الله تعالى للصحابة الكرام فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وقال للنبي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يقول للنبي وما رميت إذ رميت ينفي عنه الرمي ويثبت له الرمي والمعنى الذي يفهم من الآية أنك يا رسول الله حين رميت في عالم الأسباب فأحسنت الرمي وأخذت بكل ما تستطيع لم تحرز النصر أبدا لأن النصر جاء من رمية أخرى في عالم الغيب قدرها الله وأجراها الله سبحانه وتعالى ولذلك تعقيبا على نفس الكلام للصحابة فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وحتى الملائكة قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا هذا والواجب الحصري للملائكة إنما بقية المسألة لا علاقة الملائكة بها ويختموا كل هذه القصة فيقول وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وفي الآية الأخرى ما النصر إلا من عند الله أن الله عزيز حكيم فعلى الأمة أن تعتز بدينها وتستمسك بالإيمان وكتاب ربها ثم بعد ذلك تأخذ بالأسباب ما استطاعت والأسباب باب واسع جدا ثم بعد ذلك تواحد كلمتها العامل الأساس والأس في هذه القضية هل هو القضية الإيمانية أم القضية الحضارية المادية لا طبعا الركيز الأساسية القضية الإيمانية الحضارة تبنى على فكرة ثم هذه الفكرة تتحول إلى استراتيجيات وإلى خطط وإلى قوة مادية وإلى وسائل وإلى 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 لكنك قلت عن اعتزاز المسلمين بإسلامهم وهذا حاصل هناك المسلمون عادوا إلى المساجد وعادوا إلى الشعائر وهم يظهرون اعتزازهم بإسلامهم ممتاز ما هو هذه نقطة فاصلة يا أستاذ جهد أي إسلام نتحدث عنه نتحدث عن إسلام الحضاري الذي نزل ليحكم الأرض الذي قال عنه الله رب العالمين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله إسلام الظهور إسلام القيادة إسلام تنظيم الحياة جميعا إسلام البناء الحضاري الذي يوجه الحياة جميعا أما الإسلام الذي اختزلناه في الشعائر التعبدية وفي بعض أحكام الأحوال الشخصية وفي بعض الأحكام الاجتماعية عموما فهو جزء من الإسلام والله تعالى لا يرضى منا أن نأخذ بوعد الإسلام ونترك بعضه بل نترك أعلاه والله تعالى يقول في كتاب الكريم يا أيها الذين أمانوا ندخلوا في السلم كافة أي في الإسلام كله فالإسلام يبدأ فعلا من العقيدة والعبادة وينتهي ولا يمكن أن يختزل ولا أن يجتزأ ولا أن يترك بعضه وينتهي بالتمكين الحضاري لعزة الدين بمفاهيمه ومنظومته القيامية والشرعية في الأرض إذن ثمت علاقة عضوية سببية بين حالة الوهن التي يعيشها المسلمون اليوم وبين حقيقة إيمانهم طبعا الوهن هو ضعف في الإيمان واعتقاد أن هذه الأمة لا يمكن أن تنتصر وركون إلى القنوط اليأس وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنه لا ييأس من روح الله إلا الكافرون وهل يقنط من رحمة ربه إلا القوم الفاسقون ومن ثم الإيمان لا يعرف هذا الاستسلام والهزيم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ملأ من الصحابة وهم يضحكون فوقف عند روسهم وقال لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا فما لا بيسترواية ابن حبان في الزوائد بسند صحيح أن نزل جبريل فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لك لما تقنط عبادي هذا الخطاب الذي قلت يا رسول الله صحيح وهذا الخطاب قصده خير إنهم ينشغلوا بالآخرة ولا ينشغلوا باللهو في الدنيا لكنه قد يترتب عليه من حيث لا تريد ولا تشعر أصل خطير وهو أن ييأس هؤلاء الصحابة من احتمالية النجاة تمام فيتحول هذا اليأس إلى مدخل الشيطان فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابي فقال لهم إني كنت قلت لكم كذا كذا فنزل جبريل قص عليهم ثم قال عدل الخطاب إلى خطاب جديد يحترز به من احتمال إصابة الصحابة باليأس والقنوط بسبب هذا الخطاب فقال لهم صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا وأبشروا وهذا منهج للأمة الأمة تبزل ما تستطيع وإن لم تستطع الصورة المطلوبة والمنشودة شرعا التي رسمها الوحي الشريف فتقارب منها ما استطاعت وتبشر بأن جهدها وإن كان قليلا وإن كان محدودا وإن كان في بدايته سيؤدي يوما ما إلى نتائج الكاملة التي أرادها الله رب العالمين وإلى التمكين للإسلام في الأرض نحن أمة تعمل ولا تقعد وترجو رحمة الله ولا تيأس وترفع الراية وتتوارسها حتى يأتي الفتح من الله وتأتي الرحمة من الله وتمكين من الله للمسلمين في الأرض أما أنه نرضى بالزل والتبعية والوهن ونقعد في زاوية من زاوية تاريخ تطأنا أقدام الأمم ونرضى بذلك فهذا أمر لا يعرفه الإسلام ولم يعرفه المسلمون في تاريخهم دعنا لا ننسى يا أخي الكريم أنه في 13 قرن من عمر الأمة الأمة عمرها 14 قرن وشوي منهم 13 قرن وزيادة حكمت هذه الأمة العالم فلا يمكن أن نمحو 13 قرن 13 قرنا من التمكين الحضاري ونغرق في الإحباط الذي فرضوا علينا قرن واحد مستثنى من واقع الأمة ومن عمرها وهي راجعة بإذن الله إلى سالف عهدها في موقع الطبيعي في قيادة هذه البشرية من الذي يكسر هذا الطوق ويتحرر من أسر الوهن هل هم النظام السياسي هل الدعاة هل علينا أن نقيم نظاما سياسيا راشدا أم علينا أن نهيئ دعاة يؤسسون لنظام سياسي حقيقة أن هذا واجب الجميع كل في موقعه وبما يستطيعه لكن نقطة الانطلاق في تقديري هي عند العلماء الدعاء عند المفكرين الذين يصنعون الرأي العام الذين يصنعون الفكرة ويحشدون حولها الناس وإذا صنعت الفكرة واختمرت في قلوب الناس وعقولهم والتف حولها عدد كبير منهم فإن هذه الفكرة ستتحول إلى نظام سياسي وتتحول إلى نظام اجتماعي وتتحول إلى منظومة حضرية متكاملة فنحتاج إلى تأصيل الفكرة وإلى تحويلها إلى رأي عام إلى قناعة عامة إلى عقل جمعي للأمة ثم بعد ذلك الانطلاق من هذا العقل الجمعي ومن هذه القناعة العامة إلى تقديم النموذج الذي يبدأ صغيرا ويكبر حتى يملأ الأرض نورا كما كان نموذج النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ في المدينة المنورة في مدينة صغيرة من الأرض ثم بعد ذلك خلال سنوات قليلة كان قد ملأ الدنيا نورا يا أخي أنا والله أتعجب جدا عندما أستحضر أن دولة النبي صلى الله عليه وسلم التي قامت في المدينة كان عمره عشر سنين فقط فيه 13 سنة من الإعداد في مكة وعشر سنين في المدينة المنورة فعشر سنين من العمل الحضاري أنتجت حضارة حكمة 13 قرن لذلك مسألة الوقت والزمن بسبب قوة الفكرة بسبب قوة الفكرة وقوة الحجد عليها وقوة الفعل في سبيل نصرتها وتمكينها تمام؟ ولذلك دائما القرآن الكريم عندما يأتي إلى هذه المساحة يأمر بالقوة يحيى خذ الكتابة بقوة فخذوا ما أتيناكم بقوة ومن ثم الأمة تحتاج إلى أن تتعامل مع المسألة الحضارية تعاملا فاعلا قويا حاضرا وليس تعاملا مترددا ولا ضعيفا ولا واهنا وإنما تحتاج الأمة إلى استجماع نفسها في هذه المرحلة وقد فعلت وإلى المواصلة في ذات الطريق بأقصى ما تستطيعه حتى تسبت موضع أقدامها على طريق البناء والفعل الحضاري بقي عندنا دقيقتان وهو عرفا في البرنامج نترك لضيفين أن يتحدث في موضوع الحلقة مما لم يرد الحديث فيه في أثناء يعني أنا أريد أن أقول أن الأمة في أمس ما تكون في هذه المرحلة حتى تصل إلى ما تصب إليه من التمكين والرياضة الحضارية تحتاج إلى الثقة في نفسها الأمة فقدت ثقة في نفسها فقدت ثقة في أنها قادرة على أن تفعل شيئا والإيمان من مقتضياته الإيمان بالله رب العالمين من مقتضياته الأمل ومن مقتضياته التفاؤل ومن مقتضياته النظر إلى المستقبل بعين الرجاء في الله رب العالمين نحن يا إخوة نملك كل عوامل التقدم وكل عوامل التفوق وكل عوامل النهضة وعدونا الحضاري مأزوم في كل هذه العوامل فكل نقطة ضعف عنده نقطة قوة عندنا فلا يليق بالقوي الذي يملك كل مصادر القوة ومظاهرها أن يظل مختبئا في قوقعة الضعف وفي شرنقة الوهن وليس لائقا أن يظل الضعفاء الواهنون حقيقة متحكمين في رقابنا لأنه سم تفارقا ماديا بيننا وبينهم فإن التاريخ يعلمنا أن قوة الروح تجبر ضعف المادة وأن قوة الإيمان تجبر قلة الإمكانيات وأن الضعيف المؤمن ممكن والقوي الواهن زليل لتأخذ هذه الأمة طريقها نحو مجدها ونحو تمكين دينها في الأرض وهي فاعلة بإذن الله أشكرك دكتور حاتم مشاهدين الكرام أرجو أن نكون قدمنا النافع والمفيدة في هذه الحلقة التي أشكر في ختامها ضيفي كريمة دكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية شكرا لكم في حراسة الله تعالى اشتركوا في القناة